اشتركوا في القناة نشير إلى نسبة الضرائب المفروضة على كثير من الأمور ومنها رواتب الموظفين في العراق طبعاً كجزء من ما سمي بالورقة البيضاء من تنفيذ خطوات ما سمي بالورقة البيضاء تنفيذاً لأوامر واستجابة لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي يقولون هي جزء من أصلاح الاقتصادي وهو كذبة كبيرة طبعاً هذه النسب هذه على رواتب الموظفين فقط ستحدث اليوم تتراوح بين واحد بالمئة ربما إلى خمسة وعشرين أو أكثر بالمئة لكن قبل ذلك عندما تبحث في كتب الاقتصاد يعني عند مكتصين في الاقتصاد يقولون لك أن الدولة تأخذ الضريبة من المواطن لقاء الخدمات لقاء الخدمات التي تقدمها كل دول الدنيا تأخذ الضرائب من المواطنين وهذا ليس جديداً وليس اختراعاً في العراق يعني لا يعتقد البعض ربما يخرج علينا البعض يقول لماذا تعترضون على الضريبة؟ كل الدنيا تأخذ الضرائب نعم كل دول الدنيا تأخذ الضرائب من المواطنين وضرائب متعددة وتبوبها بشكل طبيعي لكن هي الضرائب أساساً وضعت لقاء أن تأخذها الدولة الضريبة من المواطن لقاء الخدمات التي تقدمها كبناء المدارس المستشفيات الأمن المراكز الصحية الطرق الحدائق الجامعات الجسور البنى التحتية إلى آخره هذه كلها الخدمات التي تقدمها كهرباء وماء صالح وحدائق وتنمية ورياض أطفال وجامعات هذه كلها خدمات تقدمها الدولة فتأخذ عليها ضرائب من المواطن لأنها لقاء هذه ولا تساوي طبعاً هذه الضرائب التي تأخذها شيئاً من هذه الخدمات التي تقدمها منها البنى التحتية وطبعاً لكي تصرف هذه الدول عندما تأخذ هذه الضرائب كي تصرف رواتبهم تصرف هذه الضرائب التي تأخذها كرواتب كجزء من الرواتب على موظفي القطاع العام الذين توظفهم في قطاعات عديدة يعني كالمدرسين والمهندسين والأطباء والممرضين والمهن الأخرى تكفل الدولة بتوظيفهم في القطاعات التولى إدارات لهم إذن ما ستدفعه الدولة المواطنة هي نفقات والتزامات هكذا بالنسبة للضرائب التي تأخذها لكن الضرائب طبعاً ومثلما هو معرف الضرائب في دول الدنيا كلها الضرائب المنخفضة كلما قللوا الضرائب شجعوا الاستثمار لأن الاستثمار ينجذ بالمستثمر إلى البلد المعين الذي فيه ضرائب قليلة لا تفرض عليه ضرائب كثيرة لكي يستثمر أمواله ويستثمر جهوده وبالتالي يساهم في التنمية في ذلك البلد لذلك تتنافس الدول فيما بينها لتقليل الضرائب وأحد منجزات كل الرؤساء عندما يتحدثون في نهاية كل سنة تحدث أنه خفض الضرائب على المواطنين وهذا يعتبره إنجاز وهذا ربما واحد من المؤشرات القوية للانتخابات التي تجرى في كل الدول المواطن يبحث عن من يخفض هذه الضرائب ويزيد التنمية وزيد فرص الاستثمار إذا كان البلد يمتلك ثروات باطنية مثل النفوط مثل المعادن وهذا يستخرجها ويبيعها في السوق العالمية ويجني أموال ولا بد أن يوظفها هذه الأموال في إعطاء الرواتب في بناء تنمية في استثمارات فهذا لا يأخذ ذرائب وهذا حال دول الخليج العربي كل هذه يعني تستثمر لكنها لا تأخذ ذرائب بهذا الشكل لأنها تستخرج والعراب بلد يعتمد على استخراج النفوط هذا النفوط الذي يستخرجه من أرض العراق هو ملك العراقيين إذن هم يأخذون من ملك من ثروات العراقيين يبيعونها في الخارج وتأتي الأموال يستثمرونها لصالحهم ويفرضون على العراقيين ضرائب لكي يأخذوا أموالا أخرى منهم هذه اللعبة الغريبة عجيبة يعني هم يستثمرون في أموال العراقيين يأخذون أموال العراقيين هو النفط هم يقولون في الدستور هذا الدستور المسخ مال هم يقولون أنه الثروة النوطية هي ملك الشعب العراقي إذن هم يسرقون ملك الشعب العراقي يبيعونه وتأتي الأموال يسرقونها ثم يعودون يتكيون على المواطن اللي مسلوب كل حقوقه والفقر عنده وصل إلى مستويات عالية ومثل ما تحدثنا قبل حلقات أنه وزارة التخطيط تقول 32% الفقر ولجنة من البرلماء الحالي تقول 40% من العراقيين تحت خط الفقر يأكلوا من المزاب الأرباطاش إلى 15 مليون عراقي تحت خط الفقر في بلد هذه الثروات أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار خلال 11 سنة وارداته وهو بهذا الحال ويستدين ويقترض من الدول ولا يستطيع توفير رواتب موظفي هذه الحقيقة فكل الدول تستثمر مثلا الضريبة تضع ضريبة خصومات قمرقية مثلا على السلع والخدمات القادمة من الخارج لكي تحمل منتجات الداخلية نحن لا ننتج شيئا نحن بلد حولوه إلى بلد مستهلك العراقي لا ينتج شيء يستورد كل شيء يستورد كل شيء من الإبرة إلى أكبر شيء يستورده وبالتالي تدخل من كل الحدود بضايع يعني ما أنزل الله بها من السلطان وعلى المواطن العراقي أن يشتريها ووظيفة الضرائب يعني هي وظيفة الضرائب واحدة من وظائف الضريبة المهمة بفرض الضرائب هي وظيفة اجتماعية الوظيفة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي أولا تحسس المواطن أن الدولة تقدم لها خدمات وهو يساهم في هذه الخدمات يساهم في إعطاء هذه الخدمات ويحرص على هذه الخدمات ويحرص على المنجزات التي في البلد لأنها من أمواله تحسسها كذا وجزء من هذه إعادة توزيع الدخل الدخل بين طبقات المجتمع وإعادة توزيع الدخل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين هذه كلها بالضرائب الضرائب تفرض إذن من الدول التي يعني تقدم خدمات للمواطنين لماذا في العراق تفرض الضرائب على الناس وهي لا تقدم خدمات الأمن مفقود التعليم في أسوأ حالات الصحة غير موجودة المستشفيات آخر مستشفى بنيت في يعني قبل الاحتلال هم يقولون يعني هذا ليس الحديث من عندنا يقولون قبل عام 2003 في النظام البائد مثل ما يصمونه بنيت آخر مستشفى أحدث مستشفى عندهم هي بنيت في ذلك الوقت لم يبنوا مستشفى واحدة جامعة واحدة لم يبنوا مدارس نحتاج إلى 12 ألف مدرسة هذه بإحصاءاتهم طرق متهرئة الحياة من أسوأ ما يمكن العشوائيات الذي يسكنون في العشوائيات الآن أكثر من 5 إلى 6 ملايين عراقي الناس بلا بيوت بلا سكن أزمة سكن أزمة صحة أزمة نقل أزمة وقود أزمة مال ودخل ودخل الاقتصاد في الكساد في حالة الكساد المواطن غير قادر على أن يدفع إيجار بيته علاجة في المستشفياء غير لا توجد مستشفيات علاجة عند الأطباء لا يستطيع يشتري الدواء لا يستطيع كل هذا وتفرضون عليه ضريبة لماذا؟ لأنكم لا تستطيعون أن النفط خفض وسرقاتكم يجب أن تبقى ثابتة فعلى المواطن أن يتحمل هذه المصيبة تأخذون منه ضرائب ما تعطونه من أموال كرواتف ستأخذون منها نسبة كبيرة لكي تسرقونها أيضا قدموا الخدمات للمواطن الدولة عندما تقدم الخدمات للمواطن يتقبل المواطن كل قرار ويساهم في إنعاش هذه القرارات في ما تقدم من خدمات يساهم بها ويرعاها ويحرص عليها لكن أن لا تقدم الدولة لا أمن ولا خدمات ولا كهرباء ولا ماء ولا أي شيء ولا مدارس جيدة ولا مستوى تعليم جيد ولا مستوى صحي يليق بالمواطنين ولا أي مستوى آخر والجرائم في كل مكان والخوف في كل مكان والبطالة والفقر كلها بارتفاع والأمراض بارتفاع وتطالبون المواطن بضرائب لكي تطبقوا ما تسمونه الورقة البيضاء الورقة البيضاء تطبق في ظل نظام وطني يعرف كيف يعيد الصناعة إلى العراق والزراعة إلى العراق والتجارة إلى العراق ويحقق العدالة بين العراقيين ولا يفرق بين العراقيين هذا سين وهذا شين وهذا كاف وهذا عين وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا هذه الحقيقة العراق وبغير هذا الدستور اللي يمزق هذا ورمى في سلة المهملات ويكتب دستور عراقي بأيدي عراقية تراعي كل العراقيين وشؤونهم ولا تفرق بين العراقيين ولا تبني الدستور على أساس المكونات لكن على أساس المواطنة ولا تفرق بين العراقيين ولا تفرق بين الغرب والشط والشمال والجنوب الكل واحد والكل عراقي وعراق موحد كامل من الشمال إلى الجنوب والكل سواسية في نظر الناس هذه هي التي تفرض الضرائب وتقبلها والناس تقدم لهم خدمات وترعاهم وتحن عليهم وتطبطب على جروحهم وتداوي جروحهم هذه هي الدولة الوطنية التي المواطن يحميها ويقبل بقراراتها ويساهم فيما تفرضه عليه لأنه جزء من واجبة يعتبره لكن أن تفرضوا عليه هذا ليس من واجبه واجبكم أولا حققوا واجباتكم بعد ذلك طالب المواطن بالواجبات إلى هنا تنتهي هذه الحلقة وقتها قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله اشتركوا في القناة